كوميرناتي، اللقاح الذي أصدرته شركة فايزر وبايونتيك للأطفال ابتداء من سن الثانية عشر وبعد أن اعتمدته الولايات المتحدة ودول أخرى تقدمت الشركتان بطلب لاستخدامه بشكل طارئ لفئة عمرية أصغر خاصة وأن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بأكثر من 240% لم نرى هذا الانتشار الواسع لفيروس كورونا بين الأطفال من قبل لكن ذلك تغير مع المتحور دلتا صحيح أن إصابات الأطفال ليست خطيرة كما هو الحال بالنسبة للبالغين لكن هذا اللقاح سيكون جيدا للحد من انتشار الفيروس وحتى ظهور متحورات جديدة خاصة وأن الأطفال عادوا إلى المدارس وسيتم إعطاء الأطفال من الفئة العمرية بين خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلثة ما حصلت عليه الفئة من 12 عشرة سنة فما فوق الشركتان سبق وأعلنتا أن اللقاح آمن ويمنح استجابة مناعية قوية للأطفال من هذه الفئة العمرية بعد أن أجرت تجارب على الآلاف منهم لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بروتوكول صارم بشأن المصادقة على اللقاحات حتى وإن كانت للاستخدام الطارئ ولن يختلف الأمر بالنسبة لهذه الفئة العمرية إنه نفس اللقاح الذي حصل على موفقة سابقة لكن مع مزيد من الدراسات والتجارب التي اكتملت على فئات عمرية مختلفة وقد وعدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحرك بسرعة بشأن طلب فايزر بايونتيك وحددت مبدئيا اجتماعا نهاية أكتوبر للنظر فيها خاصة أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون طفل على الأقل في الولايات المتحدة وفي حال جاء قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إيجابيا فإن شركة فايزر وبايونتيك تعتزمان التقدم بطلب آخر شهر المقبل لتوسيع قاعدة الأطفال المؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية بين 6 أشهر و 5 أعوام أمينة سريري سكاي نيوز عربية واشنطن